من الألفاظ المنكرة التي نسمحها كثير اليوم هو قول البعض يعلم الله أني فعلت كذا أو يعلم الله أني لم أفعل كذا أولا أيها الأخ الكريم تعلم أن هذه الكلمة أعظم من أنك تحلف بالله كاذبا كلاهما عظيم ولكن هذه الكلمة أعظم عند الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن قول العبد يعلم الله أني فعلت كذا وهو لم يفعل أو يعلم الله أني لم أفعل كذا وهو فعل هذا الأمر أنت أولا وقعت في محظوري المحظور الأول أنك افتريت على الله الكذب المحظور الثاني أنك اتهمت الله ووصفت الله بأنه يجهل حقيقة ما تقول أنت لذلك عد بعض أهل العلم أن هذا اللفظ إذا كان مقصودا من صاحبه فهو كفر لذلك يحذر العبد من ألفاظه لأن هذه الألفاظ إما له عند الله وإما عليه عنده سبحانه وتعالى يحذر العبد من هذه الكلمة العظيمة بل عدها بعض أهل العلم أنها من أقبح الكلام وأعظمه عند الله سبحانه وتعالى وفق الله الجميع لمرضاته والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر